ودلوقتي طبعا معدنا مع البورصة المصرية ولهننتعرف مع بعض على أداء المؤشرات الرئيسي خلال التعاملات مع زميل مينة بشرة مراسل تلفزيون مصري ويكون معنا من داخل مقر البورصة المصرية مساء الخير مينة وخلينا نتكلم عن آخر وأهم تعاملات اليوم في البورصة المصرية مساء الخير فاطيما يعني اليوم كان التزبزب بيسيطر على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية كان المؤشر السبعين والأوسع نطاقا مستقرين داخل المنطقة الخضراء ولكن بمرور جرسة التداول حصل تقليص للمكاسب الصباحية أصبح السبعين مرتفع بنسبة طفيفة والمؤشر الأوسع نطاقا تحول إلى المنطقة الحمراء أما بالنسبة للمؤشر الرئيسي فكان متراجع خلال مستهل التعاملات بنسبة محدودة لغاية لكن خلال الساعة الأخيرة من تعاملات اليوم عمّق من خسائره الصباحية ليتراجع بنسبة أكبر في ختام التعاملات وبشكل عام اليوم كان هناك ضغوط بيعية من قبل المتعاملين المصريين والعرب وكمان الأفراد تعالوا مع بعض في البداية انتبع أداء مؤشرات البورسة المصرية من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول هللا في البداية أن المؤشر الرئيسي مؤشر EGX30 سجل مستوى 11068 نقطة وده بنسبة تراجع وصلت لـ 1.9% أما بالنسبة للمؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر EGX70 ارتفع وحيدا اليوم واستقر داخل المنطقة الخضراء بنسبة صعود بحوالي 20% علشان يسجل مستوى 2096 نقطة أما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاق المؤشر EGX100 تراجع بنسبة 11% علشان يسجل في ختام التعاملات مستوى 3080 نقطة ومن أداء المؤشرات إلى فئات المتعاملين نسبة استحواز المتعاملين المصريين اليوم سجلت حوالي 76% و2% للعرب و22% للأجانب أما بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات فنسبة استحواز المؤسسات وصلت لـ 66% والأفراد 34% أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم وأنشطها من حيث قيم وأحجام التداول ففي المرتبة الأولى جاء قطاع منسوجات وسلع معمرة في المرتبة الثانية قطاع العقارات يليه قطاع البنوك في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات مالية غير مصرفية وفي المرتبة الخامسة قطاع الأغذية ومشروبات دي كانت أبرز الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالجلسة التداول اليوم